تربية على حقوق الإنسان للأسلوب التربوي الحديث المنبثق من الوعي الوطني والإنساني وصولاً إلى الانفتاح على ثقافة حقوق المرأة وهنا إن التربية المراد توخيها هي التربية الحقوقية التي تقوم على تكوين مواطن يؤمن بقيم حقوق الإنسان والمرأة ويحترمها ويرفض ما يخالف تلك الإنسانية بأبعادها السامية على المستويي الفكري والعلمي على السواء إن الاهتمام بحقوق المرأة قد بدأ حتى قبل نشوء منظمة الأمم المتحدة ذلك أن ميثاق عصبة الأمم قد حثت دول لوضع شروط عمل إنسانية للجميع دون تمييز من أي نوع كان لسيما بسبب الجنس لابد من الملاحظة أن وضع المرأة بشكل عام قد بقي على ما هو عليه مع تحسن طفيف لسيما داخل الأسرة العربية حيث تبقى المرأة على صعيد الأسرة في منزلة دونية لسيما في البلدان العربية التي تحد من حرية المرأة في الزواج وتجعل العلاقة الزوجية علاقة تسودها السلطة الذكورية أكثر مما يسودها الاحترام ذلك أن التقاليد العربية قد فرضت على الزوجة الطاعة العمياء والاهتمام بالأمور المنزلية فحسب إلى درجة أعطت الزوج حق تأديب زوجته وتعنيفها في بعض الأحيان ومن الملاحظ أن الديانات السماوية تقر مبدئيا بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل والدين الإسلامي تحديدا يقر بمبدأ لا إكراه في الدين كل ذلك أملا في تحقيق المساواة بين البشر سواء كانوا رجالا أم نساء وبهذا السياق من وجهة أخرى يستحضرنا ما ورد في الإرشاد الرسولي الخاص بلبنان الصادر عام 1997 لناحية أن النساء تستحق عناية خاصة تكفل لهن مراعاة حقوقهن في مختلف قطاعات الحياة الاجتماعية والوطنية وأن الكنيسة في عقيدتها الأنتروبولوجية وتعليمها تؤكد أن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة هي مساواة أساسها أن كل كائن بشري مخلوق على صورة الله وأن بوسعهن أن يقمنا بخدمات جلة بصفاتهن الشخصية المميزة في عصر تتأرجح فيه المرأة في تجاذبات تكاد لا تنتهي تستحضرنا سيدات رسمنا في الماضي والحاضر وللمستقبل أجمل ما يمكن أن نتصوره في المرأة إلا أن هذه اللوحات ترى عمقها في سيدة خطط للمرأة عصراً من التجدد والانفتاح والحرية هي مشلين أبي سامرة فلتتفضل شكراً للمؤدمة أولاً كل الشكر لمريم تيفي على الاستضافة وعلى الاهتمام والمساحة المخصصة دائماً للمرأة المرأة بمفهومها الحضاري والإنسان بعيداً عن التسليع يسرني ويشرفني أن أكون موجودة مع مجموعة من السيدات الرائدات في مجالات متعددة نشكركم للمشاركة ومننوه بالزخم والطاقة التي لا تنضب لبتقوم فيها للدفاع عن المرأة وحقوقها قبل ما أعطي الكلمة للمشاركات الأعزاء وعطي نبذة عن مسيرتهن الناجحة أود أن أبدأ بمداخلة حبيت من خلالها تسليط الدوء على دور المرأة في عصرنا الحديث وعندما نتكلم عن العصر الحديث لا بد أن نتكلم عن التكنولوجيا وزمن التطور الرقمي وعن كيفية استفادة المرأة من هذه الوسائل لتوصيل الصوت والنضال بطرق حديثة وفعالة الحضور الكريم والمشاهدين الأعزاء في زمن التكنولوجيا والتطور الرقمي والعالم الافتراضي تساوت المرأة بالرجل لكنه اعتقاد افتراضي أيضا ففي تقرير نشره البنك الدولي تظهر الأرقام أن المرأة تشكل 40% من القوى العاملة لكنها لا تملك سوى 1% من ثروات العالم تعكس هذه الأرقام حجم عدم المساواة بالدخل والتمييز الذي تتعرض له المرأة في العمل من ناحية المادية والنفسية لن أتحدث متولا عن انعدام المساواة بين الجنسين ليس فقط في مجتمعنا الشرقي بل في العالم كله فلننظر معا إلى الجوانب الإيجابية وما ينتظر المرأة في المستقبل القريب على كافة الأسعاد في السياسة أظهر استطلاع شاركت فيه 900 امرأة برلومانية من 172 بلد أهمية مواقع التواصل الاجتماعي لسوشال ميديا في تسويق وتفعيل الحملات الانتخابية وإسال صوت المرأة بكلفة متواضعة بالإضافة إلى أن هذا النوع من التسويق يظهر شخصية المرأة والقيم التي تدافع عنها وخالص الاستطلاع إلى أن وجود هذه الوسائل سيعزز من وصول النساء إلى البرلومان وتفعيل دورها في الحقل السياسي نأمل أن تستطيع المرأة اللبنانية في الانتخابات المقبلة من خرق المنظومة الرجعية التي لا زالت معظم أركانها تعيق وصول المرأة إلى المعترك السياسي ومشاركتها في صنع الكرار على السعيد الاجتماعي طورت الأمريكية سيبل ستيل مجموعة وثائقية تهدف إلى التوعية من العنف ضد المرأة وصحة الأم وأحقية التعليم مستخدمة تقنية الواقع الافتراضي virtual reality اللي عادة بس بيستخدموها للرجال وحققت ستيل إنجازاً كبيراً باستخدامها التقنيات التكنولوجية التي تعتبر مهنة يحترفها الرجال لخدمة قضايا المرأة إن انخراط المرأة بالعمل التقني يشكل منعطفاً أساسياً للتغيير الحقيقي أما على الصعيد الثقافي ومن موقعي كمؤسسة ورئيسة مهرجان بيروت ترنم للمرأة دور رائد في المجال الثقافي وعلى الرغم من إمكانياتنا المادية المتواضعة استطعنا من خلال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من إيسال رسالة المهرجان التي تعزز الحوار وتقبل الآخر وأذكر على سبيل المثال فيديو جوقة الفيحاء تنشد أسماء الله الحسنى في كنيسة مارمارون والذي وصل عدد مجاهديه إلى أكثر من مليون وسبعمائة ألف مشاهد أيها الحضور الكريم إن التطور الحاصل سيغير حتماً واقع المرأة خاصة في مجتمعنا وعلينا جميعاً نساء ورجال أن نواكب التطور والحداثة على كافة الأصعدة فالأجيال الناشئة ستكون هي من سيصنع القرار بفضل التكنولوجيا وبدون من نية أحد شكراً الآن سوف نبدأ بكلمة الأستاذة كوليت حايك ورح أعطي نبدي عن الأستاذة كوليت حايك لنتعرف فيها كوليت حايك مسعد لنتعرف معاً عليها أكثر المحامية الأستاذة كوليت حايك مسعد عصامية حائزة على شهادة الحقوق رائدة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان فما بالكم الدفاع عن حقوق المرأة مستشارة قانونية عدو مجلس إدارة لعدد من الشركات اللبنانية والأجنبية عدو مؤسس في مجلس إدارة مؤسسة الصفة الثقافية عدو مؤسس في الهيئة الإدارية لجمعية الأهل لدعم التوحل الأوتيزم تبوأت أعلى المناصب فقد كانت مستشارة لوزارة الأشغال العامة ووزارة المالية وساهمت بصورة فعالة في أعداد وسياغة عدد لا يستهان به من القوانين والمرسيم تارك بصماتها في عدة مجالات كما وتشغل الأستاذة كوليت حايك مسعد منذ العام 2017 منصب أمينة سر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة وقد شاركت ومثلت لبنان في عدد من المتمرات الدولية التي تعنى بشؤون المرأة في لبنان والخارج وتشارك حاليا بصورة فعالة وديناميكية في أعداد قوانين تعنى بشؤون المرأة لسيما قانون تزويج القاصرات قانون العنف الأسري قانون إعطاء الجنسية اللبنانية للأولاد من أم لبنانية تفضلي متر كوليت شكراً للجميع شكراً للحضور شكراً ست مشلين أنا حقيقة سأبدأ كلمتي كثير كثير بشكل كثير بسيط أنا لم أشتغلت بقضايا المرأة لكن لأني تقريباً سنة غطست حسيت قديش المرأة بعدها بعيدة بعيدة عن حقوقها سأررت إخذها قضيته واعتبرت يعني لدرجة نسيت مكتبه نسيت الدني وغاطصه بقضية المرأة شو بدي أقول لكم أصحاب السيادة والمعالي والسعادة حضرة الأباء الأجلاء حضرات الإخوة والأخوات أيها الحضور الكريم يسعدني أن ألتقي معكم اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في هذا الصرح الكريم في مؤتمر أراد منظمه أن يحفزوا من خلاله تفكيرنا إلى مرتبة نتخطى معها اهتماماتنا بالصعوبات اليومية إلى التأمل في تطور الزمن والعصور فهم رأوا في عصرنا هذا عصر المرأة ورؤياتهم هذه صحيحة إذا ما أدركنا أن هذا العصر هو الأول في الأزمنة الحضرية التي تنفتح أمامه النساء أبواب إمكانية المشاركة فعليا في بناء الحضرات إذ باتت لهن القدرة على المشاركة إلى جانب الرجال في اتخاذ القرارات المصرية في الحياة الخاصة كما في الحياة العامة في المشاركة في اتخاذ القرارات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية بين القرارات نحكي بعد في الوقت نفسه نرى أن النظر إلى عصرنا هذا على أنه عصر المرأة هي نظرة متفائلة نشاطرها من جهتنا ونسعى مع القوى الحية في مجتمعنا اللبناني إلى جعلها متطابقة مع الواقع المرأة نصف المجتمع هذا التوبيك تبعنا نعم الأمر بديهي إلا أن هذا القول على بساطته يستتبع التأمل فيما يقول إليه في عالم اليوم وضع المجتمعات التي يبقى نصفها النسائي مشلولاً بسبب حرمانه من بعض الحقوق الإنسانية أو بسبب إبقائه معزولاً عن العمل على النهوض على طريق المشاركة في النشاطات الاجتماعية واتخاذ القرارات بشأنها مثل هذه المجتمعات لن تكون إلا على تقهكر وهي مدعوة في النهاية إلى الزوال فعالم اليوم يتطلب تضافر جميع جهود أفراد المجتمع لتخطي التحديات التي نواجهها من جراء التقدم التقني المتسارع الذي تلاشت معه الحدود والمسافات الضيقة وسقطت فيها الحواجز الحامية للبيئات الاجتماعية الضيقة والنساء اللبنانيات قد دخلنا معترك تحديات عالمنا الحديث وبجهودهن واجتهادهن قد توصلنا إلى التقدم في المجال العلمي والمهني وإلى التفوق فقد حققنا في لبنان المساواة بين النساء والرجال في مجال التعليم والتحصيل الجامعي حتى باتت عدد المتخرجات في الجامعات يفوق عدد المتخرجين وباتت الامتحانات الرسمية التكملية تسجل في دورة لي والأخرى أن أعداد الطالبات المتفوقات تزدنا بأكثر من الربع عن أعداد الطلبة المتفوقين وهذا التقدم بات ينعكس على الصعيد المهني والناس باتوا يضعون ثقتهم من غير تردد في المحامية، في الطبيبة، في الصيدلانية، وفي المهندسة، وطبعا في سلك القضاء مع القاضيات وبدل تطور الإنخيرات المهني للإناس أنه بطنة يتساوينا في الأعداد تقريما مع زملائهن الزكور في القضاء في المحامات حيث أن عدد المحاميات المتدرجات أصبح 621 متدرجة مقابل 501 متدرج للرجال والنساء حاليا يشكلنا 24% من الجسم الطبي، إذا نرجع سنين لورا كان أكثر أقل وأكثر من 18% من أعداد المهندسين، وأكثر من المهندسين مهندسات نشاط أكثر وأكثر الصيدلانية هم من النساء، نسبة 70% هم من النساء كما هم من يمتهن التمريد 79.8 من المجموح كذلك تتقارب أعداد الأساتذة الجامعيين بالنسبة إلى الزكور والإناس في معظم الجامعات والمعاهد العليا وخلال السنوات الأخيرة شهدت الجامعات اللبنانية تقدما ملحوظا في عدد من الجامعيات النساء اللواتي بتنا يشغلنا منصب عميد كلية أما في مجال التعليم فإن معظم المدرسين هن من النساء أكثرية ولا بد من الحديث هنا عن وسائل الإعلام التي تتخرج منه سنويا من كلياته المتخصصة غالبية من السيدات وقد تفوق العديد منهن في الوسائل الإعلامية الكبرى المكتوبة والمرئية والمسموعة وهن بتنا من قادة الرأي ونعول كثيرا على التزامهن بقضايا المرأة وعلى دورهن في كسب التأييد لها نحن ندعيهن اليوم من هون يجب أن تكون قضية المرأة هي قضيتهم من جهة أخرى كلنا يعرف الدور الذي تلعبه المرأة في الحياة الثقافية والفنية في تنمية الزوق وفي نشر الفنون ولنا فقط هنا أن ننظر إلى عدد النساء المشرفات على المهرجانات الفنية التي تزهو منها مدننا وقرانا طوال فصول السنة أريد أن نوّه بعمل ست ميشلين أيضا هي رئيسة بيروت لأن مؤسسة جامعية بيروت تننم لحقيقة تعمل مجهود غير لا يمكن أن نقول له حدود بدولتنا وبلدنا وخصوصا بمدينتنا بيروت كل ما سبق ذكره يؤكد أن الدور المركزي الذي تقوم به النساء في مجتمعنا اللبناني بات راسخا وهناك مؤشر ذات دلالة لهذا الدور المتنامي يتمثل بمبادرة تأخذها حزبان لبنانيين كبيران بادرات باعا إلى تعيين سيدتين في منصب أمين عام الحزب إن شاء الله على البقين سيداتي سادتي هون بدنا نرجع على اللي بدنا نشتغل عليه يصنف لبنان عالميا في المرتبة 142 من أصل 144 دولة تناولها التصنيف من حيث التمكين السياسي للمرأة أي أننا في أسفل السلم العالمي نندرج وراء الدول المجاورة التي سبقتنا بأشواط من حيث اعتماد الدولة لتدابير مشجعة لانخراط المرأة في العمل السياسي فعلى سبيل الميزال أقر العراق مبدأ الكوتا النسائية بنسبة 25% في القانون الانتخابي وضمن الدستور التونسي حفظ حقوق الإنسانية للنساء وبات ثلث المجلس النيابي مكون من النساء فيما أكد الدستور في المغرب على المساواة ما بين النساء ورجال في الحقوق والمجيبات وباتت النساء تشكلنا 21% من مجمل البرلمان بالمقارنة لا تتعدى نسبة النساء في البرلمان اللبناني حوالي 3.12% ولا تزال نسبة الترشيحات النسائية للانتخابات المقبلة ضئيلة جدا أما فيما يتعلق بالتمثيل النسائي في المجالس البنادية بعد انتخابات 2016 فإنه لا يتعدى نسبة خاصة بصفة 6% بعد أن كانت 4.7% في 2010 يعني التقدم كثير ضئيل أما في السلطة التنفيذية وفي الإدارة العامة فليس لدينا في الحكومة الحالية إلا وزيرة وحدة أما هنا بدنا ننوه أنه صار فيه شوية تعديل صار فيه تعيين نساء مديرات عامة عمي بالمديريات العامة وكما صار فيه تعيين سفيرات تمثل لبنان في الخارج ما فينا إلا ما نأكد أنه هيدا على القليل صار في شيء تقدمنا فيه إيجابي من جهة أخرى على صعيد المشاركة في الحياة الاقتصادية لا تزال نسبة النساء الناشطات اقتصاديا في سوق العمل تقل عن 23.5% أما نسبة البطالة فمعدلها 6% حسب تقرير دائرة الإحصاء المركزي كمجمل 6% إنما هي 5% للذكور 10% للنساء من ناحية أخرى وعلى أكثر من سعيد لا تزال قوانين المرعية الإجراء تميز ضد النساء وأولى هذه القوانين هي قوانين الأحوال الشخصية التي تتضمن لدى جميع توائفنا الدينية ولو بدرجات مختلفة متفاوتة أحكاما جائرة بحق المرأة في العلاقات داخل الأسرة فيما يتعلق بسن الزواج بالسلطة الأبوية بأحكام الهاجر والطلاق بالنفقة بحضانة الأولاد هذا إلى التمييز الواقع بالمرأة في قوانين الإرث لدى التواقف الإسلامية في هذه المناسبة نتوجه بدعوة ملحة إلى القايمين على توائفنا دينية التي نجل لإعادة النظر في أحكام القوانين المعتمدة والمجحفة بحق النساء صونا للعدالة التي اكتبصناها من التمعاليم السماوية وحماية العلاقات الأسرية التي تربطنا والعلاقات التي نريدها جميعا سليمة مبنية على الود والاحترام المتبادل لا بد هنا إلى الإشارة أن القوانين التي تبقى تميز ضد المركة نذكر منها كمان على سبيل المثال القانون الضمان الاجتماعي القانون الجنسية وقانون العوبات لا بد هنا إلى التنويه بالجهود التي تقوم فيها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزير الدولة لشؤون المرأة المجتمع المدني التي تسعى إلى تعديل هذه القوانين وتحسين شروطها وبخاصة منها تعديل القانون العقوبات لمن جامع قاصرة بسن الخامسة عشر الذي يتمكن من الإفلات من العقاب في حال أقدم على الزواج منها كذلك قوانين الجنسية التي نسعى إلى إعطاء المرأة التي لديها أولاد إلى إعطاء أولادها الجنسية هذا حق هذا حق مكرس الدستور نحنا أول أول أهداف لازم تكون لألنا هي إعطاء الأولاد من أم لبنانية حقها ليس فقط لأن الدستور لأن رابط الدم موجود أكان من أم لبنانية أو من بقيل لبناني إن عصر المرأة إن توصلنا إليه سوف يكون عصرا إنسانيا تتحقق فيه تطلعات النساء كما الرجال هذه أمنية مشتركة لدينا جميعا نسعى إلى تحقيقها والخطوة الأولى هي إدراك ضرورة تفعيل طاقات المرأة في المجتمع وانتهال السبل الكفيلة لذلك إذا نستخلص العرب من التجارب النازحة في العالم التي حققت من خلالها المجتمعات خطوة على طريق التقدم الحضاري نعطي مثلا مثلا عدى بريطانيا في السبعينيات من القرن العشرين إلى إعطاء الأجور كانت لا تساوي إجر المرأة أقل من 50% من إجر نفس الرجل نفس الساعة في نفس الموقع وبالتالي كانت إمرأة تشغل منصب كانت خياطة قدت إلى حمل الإضربات في كل إنجليترا وعرفت بقضية معمل فورد بعد ما وقفت المعمل صار في ضغوط من كل من ضغوط اقتصادية من أمريكا على إنجليترا لأن المعمل هو معمل تابع لفورد صار في ضغوط من كل المجتمعات قالت لهم ما رح أطلع من الشارع أنا وكل الخياطات اللي كانوا مع عاملات بسيطات قدت لأنه موجود في حكومة بريطانيا الحكومة العملية وزيرة مرأة أخذت عاطقة دفاع عن حقوق المرأة وأقرت بوقت الأجور أن أجر المرأة يجب أن يتساوي بأجر الرجل وعرفت بقضية معمل فورد وأصبحت المرأة أجرها يساوي أجر الرجل نحن بحاجة لنساء في المراكز لأنه لا يمكن إلا للمرأة أن تتفاعل بقضيتها فهذا كنت والآن سأقدم الأستاذة لوري هايتايان لوري هايتايان خبيرة في مجال حوكمة النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي مديرة مكتب معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتدير برنامج التطوير البرلماني والإعلامي في العالم العربي عملت على وضع استراتيجيات وخطط عمل لتعزيز الرقابة والقدرات التشريعية للبرلمانيين لتعزيز المساءلة وشفافية على مدى 15 سنة عملت السيدة هايتايان مع مختلف أصحاب المصلحة مثل الشباب والنساء والبرلمانيين لبناء مجتمعات على تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية وسيادة القانون في المؤسسات العامة في الشرق الأوسط ولد السيدة هايتايان كتابات ومقالات حول موضوع النفط والغاز في لبنان والشرق الأوسط ويلي هو اليوم حديث السيعة في العام 2013 ترشحت للانتخابات النيابية عن مقعد الأرمن الأرثودوكس في بيروت الدائرة الثانية حيث تركز برنامجها على الإصلاح البرلماني الدولة المدنية حقوق المرأة والنفط والغاز وفي العام 2015 منحها حزب الخضر اللبناني جائزة التقدير للجهود في تعزيز دور المرأة اللبنانية في السياسة وصنع القرار وقد منحت السيدة هايتايان عدة جوائز عالمية وعربية تفضل يا سيدة شكرا 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 وإجمالا أنا من الناس اللي بيحبوا يحكوا بالدارج بس بالنحو ولكن وخاصة أن الكلمة اللي عم قولة يعني نابعة من القلب والتجارب ولكننا سألتزم يعني بقواعد اللعبة وأقرأ كمانا وقولهم بالنحو وهكذا كمانا بيقدروا طريقتي بالقاء باللغة العربية وأنا وعن بكتب انتبهت أنه كلها معركة بمعركة يعني ورقة كلها فيها معارك وطاحنة وشارسة فقلت بس لأنه هيك لأنه الموضوع اللي قررنا نحكي فيه هو المرأة في الشأن العام وانتبهت أنه ايه؟ معرأة في الشأن العام هي معركة ومعركة مستمرة ومنها تجي على يعني بمرحلة معينة تجي من هي وصغيرة فمشان هيك بلش التفكير أنه كيف بدنا نحمسها لهذه المرأة وكيف بدنا نحمس كمانا محيطة وكيف بدنا نحمس النظام أنه يقبل هذه المرأة في الشأن العام فتبين لي بالنتيجة أنه فيه ثلاث معارك مهمة بتقوم فيها هالسيدة وقتا من الموقت ما تخلق فلا شك أنه المعركة الأولى أو العدو الأول اللي كمانا فيه يكون هو الحليف طبع يعني كل عدو فيه تحول لحليف إذا عرفنا شو بدنا بالحياة فالعدو الأول أو الحليف الأول هو طبعا هي هي نفسها والحليف الثاني طبعا هو المحيط اللي عم تعيش فيه والعدو الأشرس اللي قد يحول إلى أقوى أقوى حليف هو النظام السياسي وبهذا الموضوع رح نتدرج بهالعش دقائي أو أقل كمانا لنعود على الستكولات اللي أخذتهم تلتزم القواعد اللعبة أنت ما يقولوا السيدات ما تلتزم بقواعد اللعبة والسيدات وطبعا لشك أن السيدات هذا المعارك الثلاثة يجب أن تخوضهم تدريجيا أنت تقدر تقول أنه تقدر توصل على مراكز صنع القرار لأنه هذا الههم الشيء اللي عم نسعال وقتا نقول السيدة في الشأن العام أنه مش بس ضل على مستوى مديرة عامة أو نبسط أن يكون لدينا مدراء عامين سيدات مع أنه هذا الشيء جيد جدا وتطور ولكن الهدف الأسمى هو أن نصل على صنع القرار يعني نصل على البرلمان نصل على رئاسة الوزارة نصل على رئاسة الجمهورية نصل على رئاسة مجلس النيابة رئاسة الجمهورية طبعا المعركة الأولى طبعا مثل ما أنها هي معركة الزيت وهي البداية أما أن تكون السيدة مهتمة بالشأن العام أم لا تكون ما فينا نفرض عليها الاهتمام بالشأن العام أما أن تكون مهتمة أن تصل إلى مراكز القرار أو لا تكون أما أن تكون مستعدة لخوض المعارك الشرسة أو لا تكون أن تكون مستعدة وواضحة بشأن أهدافها حينها تستطيع أن تواجه محيطها فقط يعني إذا هي مش عارفة شو بدها ما فينا نعمل لاشي وإذا عرفت أهدافها وعرفت أين تريد أن تصل يجب أن تحسن حالها طبعا بالمعرفة وبالثقافة بالأدوات اللازمة للإنخراط بالشأن العام لأن العالم لا ترحم السيدة يمكن أن يقبل رجل لا يفهم أو رجل يكون محدود الفهم ولكن لا يقبلون هذا الشيء على المرأة يصبح دائما يجب أن نعلّو البار على المرأة لأنه يجب أن تكون هي أفهم وحدة وكل شيء أحسن 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 لتقدر يقولوا أنه آه هذا فيها تكون بصنع القرار وإلا لا يعني الستاندرد كثير عالي المعايير العالية اللي يحطوها على المرأة ولا شك كمانا أنه السيد يعني العمل الحزبي ضروري ونحن منشجع السيدات أنه تنخرط بالعمل الحزبي وما تخاف من العمل الحزبي وأهم شيء إذا دخلت بالعمل الحزبي أو بالحزب أنه ما يكون بس أنه تنحط مثل ما بيعملوا دائما مسؤولة عن شؤون قطاع المرأة يجب أن تطلع أكتر من هيك وتتأمل أكتر من هيك وكما ذكرت كولات صار عنا سيدات بالمجالس السياسية والمكاتب السياسية وهذا يجب أن نشجعه ونشجع كل السيدات بأحزابهم يقدروا يشتغلوا نكون نحن كل الدعم اللي يجب أن نقدم لهم وفي ذات الوقت نشجع الأحزاب الأخرى أن تقامل بهذه السيدات وهي السيدة بذاتها ترفض أنها ستكون مسؤولة شؤون قطاع المرأة لا أريد أن أعرف كثير عن قطاع المرأة أريد أن أفعل شيء أهم منه وشيء يطور الحزب أكتر ويطورني أيضا بفكرة من فقط أن يكون بشؤون قطاع المرأة الآن معركة الثانية لا شك هو مع المحيد وعلى الفتاة من صغر سنها أن تترك حرة في اختيار لا تحب وهذا شيء ضروري يعني توجه فيه هنا كمان للأهالي أنه لا تقمعوا الفتيات دعوهم يعبروا عن رأيهم إذا تحب تلبس بانطالون فليكن إذا تحب تلبس اللون الأزرق فليكن إذا تحب لا تلبس لون الروز ليس ضروري نشتري روز ليلة النهار لأنها فتاة دعوها على راحاتها من هي وصغيرة لا تفرضوا عليها ما يجب أن تحب وما يجب أن تحب إذا تحب تلعب فتبول فليكن تلعب فتبول لأن هذه الأمور على صغر تجعلها أن تكون عندها قرار حر تجعلها تكون عارفة أنها حرة فيها تعمل ما يريد وما تقمع هي نفسها وما تقمع هي حلمة وطموحاتها لأنه من هذا العمر تبدأ تقمع حالها وتقول أنا حدودة هالقدة وما تفكر بالأكبر وما تفكر أنه فيه يكون رئيس الجمهورية في لبنان وبالتالي تروح كل قدراتها وكل طقاطة على أمور يمكن ليس هي العنجات بداية هنا ولكن هيك لأنه تعلمت من هي وصغيرة إذا تنزل تتظاهر فليكن تتظاهر لا تخافوا عليها لا يا ماما يمكن ضربك البوليس لا يا ماما يمكن حدا يعملك شيء وليكن يجب أن تنضرب تكون أقوى كمانا تنضرب بالمظاهرات لأنه تطالب بحقوقها لا يفهمنا يفهمنا غلط والضغط طبعا من المجتمع قوي جدا إذا أن المرأة المنخرطة في الشأن العام تكثر الكثير من الأنماط المتعارف عليها مما يزعج البعض في المجتمع المتمسكين بالأدوار التقليدية للمرأة والرجل لا يتقلط بلون أن باستطاعة المرأة أن تتأخر أنه تأتي على البيت ما فيها؟ كان عندها اجتماع وتأخرت لا لا يجوز أن يأتي الأولاد على البيت والماما لا تكون في البيت ومين قال؟ إذا الأولاد يهتم بهم لا يعني أن الماما لا تكون في الشغل تعمل هذا لا يعني أن هناك تفكك بالعائلة وإذا سافرت بالشغل أيضا لا يعني أن هناك تفكك بالعائلة لأن هذا ضغط كثيرا يصبح ضغط من الشغل لأنه يجب أن تعمل لأنه كمانا عندها هي كسيدة بدأت تترقى بشغلها بزالة الوقت المجتمع يضغط عليه ضغط أنه لا إذا ابني منه شاطر بالمدرسة لأنه أنا عم بشتغل ليس مضبوط هذا قدراته للصابع هل قدراته؟ لماذا أريد أن أضع المسئولية على المرأة لأنه هي المرأة التي ليس موجودة في البيت ابنها ليس لجيب 20 على 20 فاليكو المعركة الثالثة أريد أن نتقل إليها المعركة الثالثة والأصعب للصراحة هي معركة مواجهة النظام السياسي يعني أعطيت المرأة في لبنان حق الاقتراع سنة 53 المشاركة في العام البلدي بالعام 63 ووقفنا هناك وهي كانت ومن حين وتناضل هذه السيدات إلى وصول إلى مراكز القرار يعني لبنان أول عربي أعطى الحق الاقتراع إلى السيدة اللبنانية واليوم هو آخر بلد في التمثيل النسائي في البرلمان صرنا بالمركز 184 من حيث تمثيل المرأة في الحياة السياسية عملت الجامعيات النسائية على إقرار الكوتا لكنها لم تنجح للأسف ولعل السبب الأساسي هو هذا النظام السياسي المبني على الديمقراطية التوافقية حيث تستطيع مجموعة وضع فيتو وشل قرارات مصيرية قد تكون معركة الكوتا خاسرة اليوم ولكن هناك معارك أخرى قد تكسبها السيدات ومنها وضع آليات في القانون الانتخاب مما يساعد النساء على خوض المعارك الانتخابية مثلاً وهاي بدنا نكررها أعفاء السيدات من رسم الترشح لأنه لا يجوز أن رسم الترشح أساساً يكون 5300 دولار تتمكن السيدة أو حتى الرجل أن يدفعوا ويأخوضوا المعركة النيابية وبالتالي للرجل ولا السيدة يأخوضوا تبقى هذه الشغلة بإيد الأغنياء فقط التمثيل البرلماني لا يعني فقط الأغنياء هم الذين يكونوا في قلب البرلمان الأغنياء لا يمكنهم أن يحسوا بالفقراء لا يمكنهم أن يحسوا بالمواطنين بدنا مواطنين مثلكون يكونوا بالبرلمان ولكن بالمطلق إذا أردنا أن نرى سيدات في البرلمان علينا أن نصحح النظام السياسي في لبنان تصحيح مفهوم العمل النيابي والتشريعي وليس سأتحدث عن الموضوع بالنهاية لكن تنهي على نقاط إيجابية لأنه كلها معارك بمعارك العمل في الشأن العام عمل تراكمي السيدات كلها تعمل بيد واحدة وهذا رأيناها كثير نحن صارنا يمكن من 2013 عم تشتغل على النساء في السياسة وشفناها التعاضد هذه اليد الواحدة لإيصال السيدات الكفؤات وهذا العمل يجب أن يظل موجود كسيدات تشتغل إيد واحدة نحن السيدات المستقلات التي تنزل على الانتخابات ستنزل كرميل السيدات الحزبيات التي لم يستطعوا أن ينزلوا على الانتخابات لأن أحزابهم لم يجب أن ينزلوا على الانتخابات هذه تجب أن تكون واضحة أيضا مستقلات قبل المستقلين ينزلوا كرميل الحزبيات ولا شك أنه شبكة النساء الطامحات إلى العمل السياسي يجب أن يكون يجب أن يبقى حتى نوصل على الوقت أنه حتى بلا كوطة لأنه على ما يبدو النظام لا يسمح لنا بالكوطة حتى بلا كوطة السيدات تقدر تدخل على البرلمان وحتى على الوزارات المعركة مستمرة مهما كانت الصعاب ونضال كل سيدة سيفتح الباب أمام الفتيات ليكون لديها مستقبل أفضل في لبنان وشكرا والآن سأعرفكم على دكتورة كلوديا شمعون أبي نادر التي هي بغنى عن التعريف وكلكم تعرفوها ببرامج ما رأيت عدة برامج كثير مهمة هي رئيسة مجلس الفكر في لبنان أستاذة في الجامعة اللبنانية بكلتي الطب بكليتين الطب والأداب أستاذة كمان في كلية الحربية عضو مكتب تنفيذي في اللجنة الوطنية للإونسكو ليبان كاتبة باللغتين الفرنسية والعربية ناشطة إعلاميا أعدت وقدمت عدة برامج تلفزيونية ثقافية على شاشة تليلومير وشاركت بعدة لجان تحكمية بالل بي سي والأو تي في تفضل دكتورة كروديا شكرا صباح الخير معالي الوزير أوقاسابيون السيدات والسادة الكرام عنوان مداخلتي فيه فيه تحدي كوني أو لا تكوني بعيداً عن أي تمييز جنسي أو عمري أو ديني تطرق الإمام موسى الصدر لموضوع المرأة برفعة وتسامن ونظرة مستقبلية ونبض الإمام الصدر الإطلاقي فجر محدودية جسده تشزياً ما بعدياً ينبت التساؤلات الأفقية استنباطات لدنية لله ما أروع ما قاله في المرأة قال كان التفل في سابق الزمن يولد فيجد أمامه وجهاً لله هو وجه أمه كانت مطلقاً وأصبحت اليوم إنساناً وقد كانت سابقاً إلهاً وما كانت إنساناً وعسرانة الحاضر سيارتها نسبية فوقع التفل أسير المحدودية وفقد بالتالي سيلته بالحرية وقالت الكاتبة الفرنسية والمفكرة سيمون de Beauvoir ومعنى آخر لا تحدد المرأة بدورها كأنثة والأنوثة منظومة اجتماعية وتاريخية جعلت من المرأة الوجه الآخر للرجل أي أنها أظهرت وللأسف كالوجه السلبي للرجل هو الفاعل وهي الشيء هو الوعي وهي اللاوعي هو الفعال وهي الانفعال هو الجلاد وهي الضحية هو الحر وهي المستعبدة هو الظالم وهي المظلومة هو السيد وهي الأمة هو رمز لعالم القيم وهي مكتفية بدورها الإنجابي هو المتخطي وهي الملتصقة بالأرض والمديات ويتمتع الرجل بحرية التصور والتحرك والابتكار أما المرأة فهي مجرد كائن موجود بحكم الطبيعة ووظيفتها المحض بيولوجية تؤثرها بأفقية التكرار والبلادة والجمود والهمود بعد هذا العرض المخزي بحق نصف البشرية والتي تؤمن أي المرأة استمرارية الحياة نطرح السؤال التالي كيف لمن تتشهرزد نسبة لشهرزد وطبعا هذه الكلمة مبتكرة بإرادتها أو إكراها أن تتخطى قدرية جسدها ونعود إلى قول الإمام الصدر عصرنة الحاضر سيارة المرأة نسبية وقد كانت سابقا إلها فوقع الطفل أسيرة المحدودية وفقد بالتالي سيلته بالحرية للأسف للأسف حالياً هي المرأة منشغلة دائماً إلا أنها لا تفعل دائماً شيئاً ذا قدر وقيمة وطالما أنها لا تنجز أموراً مهمة تبقى فارغة اليدين وتغدو لشيء إليك أتوجه أيتها المرأة أينما كنت قائلة بعزم وإصرار وتحدي كوني أو لا تكوني صيرورتك ليست قدرية وزواجك والإنجاب وتأسيس العائلة قيم رائعة إلا أنها لا تختصر شخصيتك ووجودك الاجتماعي والمواطني والسياسي والنضالي والفكرئي والأهم التغييري اعلمي أنك قلب البشرية وعلة استمراريتها واعلمي كما يقول غني شاغ أن من يأتي إلى العالم بنية لا تغيير لا يستحق أي التفات واعلمي كما تقول إغيكا يونغ إن عدم المخاطرة هي المخاطرة بحد ذاتها واعلمي وكما يقول كونفوشيوس أن من يريد إزاحة جبل يبدأ بإزاحة الأحجار الصغيرة واعلمي كما يقول فيغجيل أن الحظ يضحك فقط لمن يملكون الجرأة واعلمي أنه في زمن الكذب والتكاذب والغش مجرد قول الحقيقة أعرف ذلك تماما يغدو عملا ثوريا وتمردا يجابه بالافتراءات والتهديدات وحتى القمع أحيانا سيدتي أذكرك بالأم تريزة المعدمة ماديا والمحاربة اجتماعيا والتي بدأت من لشيء من الصفر متسلحة بإيمانها اليسعي وشجعتها الأسطورية وقد بنت المؤسسات التي أنقذت ولتزال بعد موتها تنقذ عشرات مئات الألوف من الهنود والأم تريزة آمنت أن الحياة تحد نجابهه وسعادة نستحقها ومغامرة نخودها أيتها المرأة أيتها اللبنانية كنت عظيمة وتستطعين أن تكون عظيمة في أي وقت إن أردتي اعلمي أن ما هو صعب هو ما نستطيع تحقيقه في الحال وما هو مستحيل هو فقط ما يأخذ مننا وقتا إضافيا فقط لغير كفا لا تضيف بعد اليوم سنوات على حياتك عوض إضافة حياة على سنواتك وعليه أقول مع بيتي ريز إن كنت تعتقدين أنك صغيرة جدا صغيرة ضعيفة مستضعفة ولا يمكنك تغيير أي شيء حاول إذن النوم مع برغشة في غرفتك أيتها اللبنانية جسدك يأكل ويشرب وينام تماما كالنبتات والحيوانات والسخفاء والسطحيين واللامسؤولين والنفعيين والوصوليين والمتنكرين العدل والعدالة وصاحقي الحقوق والحريات وكل من باع ضميره اعلمي أن جسدك إناء هو لفكرك وعقلك وضميرك ووعيك والأهم كرامتك وحده الفكر يميزك ويعطيك حق نعمة الوجود بإرادة إلهية جابه جميع اللاءات المشحفة بحق المرأة والمشيئة لوجودها واللاغية لطمحاتها والناكرة لقدوراتها والمستخفة بعطاءاتها والمدنسة لكرامتها أيها الحضور الكريم كثيرات يعشنا النمط الإنصياعي ويعتقدنا عن خطأ أن حياتهن طبيعية جميعهن يعتقدنا أنهن يعشنا حريتهن إلا أنهن يشعرن في وقت ما أن شيئا ينقصهن ويدركنا أن حريتهن مجرد وهم ومع ذلك يخترن اللا وجود الطريق الأسهل وإن كان الثمن غاليا لا شك أن التفاني أمر جليل إلا أن المغالاة سيئة فالتضحية تفقد من بريق سموها إن مورست على حساب كينونة الإنسان أيتها اللبنانية اعلمي أن فرض الوجود يتطلب شجاعة القول والفعل والموازبة والاستمرار والإيمان بالقدرة على المواجهة وإن بدت قدرية أيتها اللبنانية كوني مسؤولة تثقفي كوني عامل تغيير كوني مواطنة شاركي في الحياة العامة ولا تنسي أن العمل يبقى محررك الأكبر تخطي ذاتك فتستحقين الحياة التي تعطينها وتذكري أنه إذا استحال علينا التحكم بالريح فلابد لنا من التحكم بدفة حياتنا أيتها اللبنانية تذكري في مسارك الخلاصي أن التحرر لا يعني تجاهل الرجل أو نبزه أو محاربته لظلم طال أمده تذكري أن التناضح الوجودي مع الرجل مصيري شرط أن تحتويه بكفاءتك وثقافتك وقدرتك وقدرتك على مواجهات مطبة الحياة بشجاعة وترون ورفض قاطع للاستسلام أخيرا أقول لك أيها اللبنانية انتزعي تقدير الرجل بتجليات إنجازاتك معا أسسى بنيان العائلة كي يعلوى صرح الوطن وتذكري أنك تشاركين الرب في عملية الخلق نوراني منذ البشارة منذ ألفين وسمانية عشرة سنة ولا تنسي أن كل رجل يوسفي إن أمشيته على هدي وسوق خطواتك شكرا هلأ رح ننتقل للأسئلة في عنا أسئلة من المشاهدين والجمهور رح أبدأ بالسيدة كلودية بالدكتورة كلودية عبي نادر أود أولا التنويه بهذه المداخرة الغنية باكتباسات لمراجع مهمة والسؤالي هو التالي في هذا الزمن وفي ظل التسارعات التي تطال نمط الحياة بالمطلق وحياة المرأة خاصة ألم يحن الوقت لمقاربة شجون المرأة بأسلوب يحاكي العصر أو بمعنى آخر كذكرتم في سياق الكلمة أن المرأة هي إلى حد ما أسيرة الأنوثة التي هي بدورها منظومة اجتماعية هل ما زالت هذه المقاربة اليوم صحيحة مع كل التطور والانفتاح والتحرر الذي نعيشه بحياتنا اليومية لا يوجد تعارض بين الأنوثة وأدوار المرأة المتعددة يعني كمواطنة كمربية كناشطة اجتماعية كمثقفة الأنوثة جزء من الكائن النسائي لكن لا يختصر قدراتنا المتعددة والنضال الاجتماعي والحقوقي والسياسي لا يقعني الاسترجال يعني ما فيي أرفض جسدي أنا امرأة الأنوثة جزء مهم ولكن لا يختصر كل شيء الأنوثة بالنسبة لي امتلاء جسدي فكري معنوي روحي وتربوي ماذا عن تسليع المرأة في الأعلانات المرئية والمكتوبة على الطرقات المظبوط يعني اللي منشوفهم بالبانو ببليستير أوقات بخجل هل يحصل بغير رضاها للمرأة هذا السؤال من الجمهور مين ما بيحبيرها فضل الإعلانات واللعبة التسويق لها لعبة جهنمية للإعلان والإعلام المرأة كامرأة ما عندها سلطة أنه توقفها لأنه بمجتمعنا الاستهلاك لذلك يصبح مجتمع مستهلك وبالتالي أنا أقول قدام طلابي بالجامعة يعني نحن لم نخلقنا كنساء وفي مقلة بإيدنا أو في فرشاية بإيدنا لا، ليس هذا دورنا هذا الجزء من دورنا ككائن بحب النظافة وكائن مجتمعي والرجل يكون بهذا الدور تشهيق المرأة إعلامياً لا يلغي دوري يعني كل واحد من موقعه يريد أن المرأة كائن كامل متكامل مسؤول أعطي أفضل صورة لإلي ليس الإعلان سيحجمنا ونحن هنا على الطاولة في البانيل يبين أنه نشاطنا كثير جدة وما خلينا نتراجع عن قناعتنا وبالتالي الإعلان عن جد هو يسخف المرأة ويزل المرأة بفتكر هون صار عنا مجلس وطني إعلامي وإعلاني يكون دوره أفعال وعنا مسؤول سياسي معالي الوزير أوغاسا بيان منطالبه طبعا أنه يكون في تحرك أكثر سياسي بهالمعنى شكرا سؤال للأستاذة لوريا يتايان أنت تشجع المرأة على الانتساب للأحزاب أي أحزاب الأحزاب طائفية مذهبية ألا يجب أن تضيفي إلى عباراتك عبارة أخرى وهي إذا كانت الأحزاب وطنية تهدف إلى المصلحة الوطنية العليا سؤال من الجمهور كمان طبعا سؤال هو بالمطلق يعني وقتا أنا قلت لازم العمل الحزبي إنخيرات بالحزب والعمل السياسي لازم يكون عبر الأحزاب لأنه هذا اللي يوصل للسلطة هلأ نحنا بلبنان كل شيء مش ماشي طبيعي لأنه بسبب كل الظروف نعرفها هلأ مش حنقض نسكرها شو هي فحتى الأحزاب أصبحت أحزاب طائفية من أحزاب وطنية مع أنه خطابة بتحاول قد ما كان يكون وطنة ولكن الانتماءات عم تصير على قصص طائفية مناطقية لما ونالك ولكن هلأ أنا شو بقول للسيدات اللي بدون يدخلوا بالشأن لا تفوت على الأحزاب ففوت على الأحزاب وغيره من جوه لأنه نشوف من بره كثير صعب يصير التغيير ومن بره التغيير يعني بدنا نعمل انقلاب انقلاب يعني النظام وإلى ما هناك وقد يكون هيدا في فوضى خطيرة قد تستغل وبالتالي يصير مثل ما شفنا ببعض الدول العربية بعد الربيع العربية ليس هناك انخراط بالأحزاب جزء أساسي من عمل السياسي ويستقيم العمل السياسي من خلال أنه ندخل على الأحزاب ونشتغل من داخل الأحزاب لنوصل على السلطة والسيدة هذا هو مصارى هلأ لأنه نحن في كثير من السيدات ليس ملاقي محلة بالأحزاب ليس هناك عم بصير في عم بصير في سيدات مستقلات عم بيقوموا بهذا الشيء وكمان بذات الوقت يعني سعيا إلى إنشاء أحزاب تمثل الكثير من السيدات السيدات وغير السيدات يعني في كثير لبنانيين منهم طائفيين في كثير لبنانيين ما بيحبوا هذا الخطاب الطائفي بعد ما لقوا حالهم بأحزاب من هنا الدعوة إلى إنشاء هذه الأحزاب الجديدة وحان الوقت يعني إذا الأحزاب الموجودة ما بدأت عمل تصليحات وإصلاحات من جوا فليكن في أحزاب جديدة لازم تطلع هذا الحمل بدنا نشتغل بدنا نحط شوية تقل على المفهوم الصحيح للعمل السياسي والذي هو عبر الأحزاب ولشك كمان يعني أنه في سيدات من خريطات ونعرفهم ومشلين اليوم هون هي بالمكتب السياسي لطيار المستقبل تشتغل بالتطوير بداخل الحزب في سيدات مثل شهطان ساركيس بحزب الكتائي بحزب القوات في كتير من السيدات تفهموا وهاللعبة وفاتوا فيها وهن رح يكونوا مثال لسيدات أخريات كمان تفوت على الأحزاب ولشك برجع بكرر نفسي يعني بقول أنه ضرورة أحزاب سياسية جديدة في سؤال ستيزي كولات الحايك تتميز مداخلاتكم بالأرقام والوقائع وتعرض واقع المرأة في مجتمعنا من موقعكم كأمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ما هو مستقبل المرأة في العالم العربي وخاصة في لبنان هل تعملون على برامج أو مبادرات تطال الشبات وكيف تتواصلون معهم من المؤكد أن القوانين التي تنصف المرأة هي أمر أساسي لأي تغيير ما هي توقعاتكم لنسبة نجاح النساء بالانتخابات المقبلة ومن جهة أخرى إن لم تصل المرأة ولم تتطور القوانين هل نحن أمام حائط مسدود وما هو البديل وكيف نستفيد من السوشيال ميديا لكسر أمر الواقع إذا بنا نبدأ نقول نحن أمام حائط مسدود معناتها نحن من اليوم نفشل ونقول ما عنا ولا حل نحن 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 اليوم بوجودنا نعتبر أنه هناك إنجازات تنعمل هناك مؤتمرات هناك نضال هناك سيدات موجودين على البانيل هناك موجودين بالحضور مؤمنين بقضية المرأة مؤمنين بالترشح السؤال سألتني هل عندك أمل بفوز سيدات أنا لو ما عندي أمل ما بحكي بالموضوع أنا مش عندي أمل أنا متأكدة أنه رح يكون فيه وعي عند الناس أن المجتمع مثل ما قلنا المجتمع هو نص رجل ونص امرأة المجتمع إذا ما كان متكامل إنما متساوي لن نصل إلى مجتمع صحيح هذا هو الهدف سألتني سؤال الهيئة الوطنية ما لديها برامج نحن مثل ما تعرفوا هي هي هيئة تبع رئاسة الحكومة ستسعى هذه الهيئة إلى دمج التكافل الجندري والتساوي الجندري في الوزارات في الإدارات العامة ستسعى إلى التوعية لأنه إذا ما عملنا توعية ما رح نصل لحل شكرا وقت خلص نحن استمتعنا كتير بالبانيل إن شاء الله أنتم كمان ونشكر المنظمين وإن شاء الله دائما في رح يكون حوارات ونقدر نستمع على المهم اللي عند أي سيدات في لبنان ووزيرنا الموجود معنا لقلوا الكلمة هلأ نشكر الحضور ونشكر الجمهور والأوديانس كمان على التليفزيون وإن شاء الله وإن شاء الله أنه بوقت آخر نقدر نكفي بمواضيع تاني شكرا من حمل راية الوطن في السلك العسكري قادر حتما على حمل راية المرأة في المجتمع المدني كيف لا والمرأة ركن أساسي من أركان الوطن تخبر سيرته الذاتية عن تدرجه لرتبة عقيد في الجيش اللبناني وانتخابه نائبا عن بيروت وعضويته في عدة لجان نيابية بالإضافة إلى مبادراته وحركته الدائمة في وزارته التي تعنى بشؤون المرأة من تشجيع النساء المرشحات للانتخابات إلى إطلاق البرامج التدريبية حول إدارة الحملات الانتخابية إلى حماية الأطفال من الزواج المبكر إلى مكافحة الإتجار بالبشر إلى تمديد إجازة الأمومة ومنح إجازة أبوة للمرة الأولى في لبنان وغيرها وغيرها من الإنجازات ها هو اليوم يشرفنا بحضوره الكريم راعيا لمؤتمرنا إنه معالي وزير الدولة لشؤون المرأة جون أوغاسابيان تفضل معاليك المنبر لك صبع الخير بداية أبدأ أشكر المريم تيفي والتالي الميار على الدعوة الكريمة ومتشكر حضوركم جميعا بهذا المؤتمر الذي أعتبره أنا هو جزء من العديد من النشاطات تنفذ بهذا الإطار أنا أبدأ أبدأ كلامي بخبرية خبرتها قبل بمرة بس كمان بهمني أرجع عيدة هي خبرية أنسة تلفنتلي من مدة ستة شهر وطلبت موعد مني طبعا تن يوم لتأيت أنا ويها أجت هي وولدت وولدت من مجتمع كثير محافظ بمنطقة بقاعية جوار بعلبك قالتلي أنا اسمي ندين رستون أهلا تفضلي أنا في عمر 15 سنة أخذت الشهد الثانوية في لبنان جميل وفي عمر 19 سنة عملت هندسة التالي كوميوكيشن ومعلوماتية بنفس الوقت وعمر 20 سنة عملت الماستر ديجري رائع تل كثير مبسط فيها وسألت كيف تبعت علومها المهم قالتلي أنا جاي أصلتك بخدمي تل نعم تفضلي الشركة الأرباس شركة طيران يمكن اليوم من أكبر شركات التي تصنع الطيرات بتولوز عملوا مسابقة لحتى يختاروا مهندسين بعالم المعلوماتية والاتصالات تقدم 5150 طلب بالعالم نادي رسطهم اللبناني 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 فائزة الأولى بينهم كلهم جيد قلتلي جيد حياتي مبسطة بها كثير هي جينيس يعني قلتلي قلتلي بخدمة ماذا ستستطيع أن تعمل لك مطلوب منها أول ثلاثة شهر أن تغضي نفاءات الإقامة والطيران وغيرها طلبت مساعدة وقلتلي أنا أعرف أن أريد أن تؤمن لي ماذا هنا أساسا قلتلي أنا أعرف أن أنت ترد علي وتعطيني موعد هذا جريئة يعني قلتلي حسنا أنا أرى الموضوع أتصل لك قلتلي لا هلأ أنت تؤمن لي المبلغ وبعدين نحكي المهمة أمنا المطلوب وراحت رجعت على عيد الميلاد لعندي قلتلي معي الوزير أجت ولدته كمان ولدته قالتلي أنا كل يوم أصلي لك أنا كتر خيري رجعت لعندي قلتلي معي الوزير أحب لك أن شركة الإيرباس وظفوني عندهم واخدوها هذه الخبرية لم أخبرها حتى يتحدث عن ندين لسطن ليس هذا الموضوع ولا هي الفلسفة الفلسفة العمل الفلسفة الخبرية خبرية التي أحب أخبرها ليس عن ولدتها عن أم هذه أم أرملة أمية خالص وقلتلي شافت أنه هي مش قادرة تعلم بنتها ولأنها بنتها ذكية عندها صبي وبنت فأختارت أنه تشيل الصبي من الجامعة والبنت الثانية من المدرسة اشتغلت بالزراعة هي وابنها وبنتها ليعلموا البنت الزكية هيا الخبرية هذه الفيلوزوفي الغاية من الموضوع أن هذه الوالدة أعطتني الرسالة التي أنا أفتش عليها من أول نهار فتع هذه الوزارة العالم اليوم هو عالم للطاقات للعلم للمعرفة للسقافة للإبداع للاختراعات للتفوق لم أقل مسألة إذا كان ذكر أو أنسة آخر هم هذا الموضوع أي مقاربة أي مقاربة للإنسان بدأت تكون على أساس إمكانياته وهذه الأم الأمية هي أعطتنا المسج هي أعطتنا الرسالة بخيارة اليوم هذه الوزارة جئت من سنة أنا حكيت معكم ما كان عننا شيء أنا بحب أقول لكم اليوم بظهر في سنة عنا وزارة كاملة مع فريق عمل كامل مع خبراء بكيفة المجالات وصرنا لغاية الآن مقدمين سبع مشاريع أوانين ثلاثة منهم أقرب بمجلس الوزراء وأربعة بمرحلة النقاش عدا عن عشرات المشاريع التي تنفذت بالوزارة عدا أنه اليوم كل الوكالات والأجهزة الدولية كلهم يتعاطوا مع الوزارة كوزارة قائمة موجودة عندها كل الإمكانيات والقدرات أن تقارب أي مشروع أي مسألة عدا عن المؤتمرات واللقاءات عدا عن وجودنا والمواكبة الوزارة لكل تقريبا كل نشاطات لبنان بمجال ترتبط بالإنسان وبالمرأة لأنه أنا وقت قارب مسائل المرأة بنا بالدرجة الأولى مقارب مسائل الإنسانية هي المرأة إنسان قبل أن تكون مرأة نعم والفكرة من هذا الموضوع أن نحن في لبنان وأتلع نحكي بمسألة العدد نحن نقول النساء في لبنان السيدات في لبنان عددهم أكثر من 50% واجت الوزارة بالتعاون مع الـ UN ومين و الـ UNDP ليب عملنا اليوم حملة طويلة عريضة اسمها نص المجتمع نص المجلس عملنا مؤتمر كبير وعملنا التدريب لسيدات اللي حابين يترشحوا إن كانوا من الحزبيات أو بشكل مستقل والحملة بعدها مستمرة وقال أنا بنص المجتمع ما أحكي بالعدد نحكي بالقدرات والطاقات وبالمعرفة والسقاف اليوم هذا المجلس النيابي الذي أنا جزء منه من أكثر من 18 سنة هو بحاجة لأفكار جديدة لأفكار خلاقة بحاجة لأبداع بحاجة لطاقات بحاجة لأسليب جديدة بمقاربة المسائل بحاجة لطرق جديدة لحتى نقارب المسائل القانونية والتشريع بالمسائلة بالمحاسبة تصويب تصويب أداء الحكومة بالأمور الإنسانية بأي موضوع الذي كان هذا المجلس بحاجة لأفكار بحاجة لأبتكارات بحاجة لطاقات والمرأة اللبنانية عندها تملك هذه الطاقات التي قادرة تعطي لهذا المجلس القوة الدفع لحتى يتحول من مجلس قديم لمجلس بالفعل بأفكار جديدة وتروحات جديدة ويكون على مستوى متطلبية المرحلة ويكون على مستوى حاجات الناس وتغييب المرأة عن المجلس النيابي وعن الحكومة من خسارة للمرأة هي خسارة لهذا المجلس هي خسارة للمؤسسة الدستورية هي خسارة للبنان هي خسارة للوطن لأن هذا الوطن لا يستفيد من هذا الكم الكبير الموجود لدى المرأة اللبنانية في مسائل كثير ترتبط بتكوين البلد مسائل التي نمرأ عليها نعتبرها بسيطة اليوم لأول مرة في لبنان الوزارة تعمل بدراسة طبعا مع وكاليات الدولية حول التكلفة الاقتصادية والتأثير السلب على الدخل القومي للعنف ضد المرأة مش بس انه العنف ضد المرأة هي مسألة انسانية طبعا هي موضوع انساني هي جريمة بحد ذاتها هو امر مرفوض ولكن ايضا ما ننظر لأنه بالاقتصاد لأنه هذه المرأة المعنفة ما تروح على الشغلة وبنفس الوقت تروح على المستشفى في كلفة او تروح على مقوى في كلفة او الولاد يتأثر سلبا بالمدرس او او كل هذا في دراسات احب لكم انه بمصر الكلفة العنف ضد المرأة على الاكتصاد المصري سنويا 12 مليار جنيه سترلين جنيه مصر 12 مليار نعم هذه امور بدنا نقارب اي مسألة ان كان موضوع التربية موضوع المدارس لدينا مشروع للمدارس بالصفوف الابتدائية ليس بالصفوف العالية بالصفوف الابتدائية يجب ان ندخل سقافة الجندرة يجب ان ندخل سقافة مساواة يجب ان ندخل سقافة ترفض العنف ترفض كل انواع العنف ترفض كل انواع الزل اليوم يحدث عننا كثير من جرائم مؤخرا ضد المرأة يعتبر هذا المجرم حاله انه هو مسؤول تجاه القضاء انه هذه مسألة قانونية انه واسباب تخفيفية بدنا نجي نقول نحن للمنبنانيين جماعا بكافة مجتمعات كل لبنان لا فقط مسألة قضائية هي مسألة انسانية وليجب المجتمع يرفض انسان يرفض انسان يحاسب انسان يجعله يشعر انه كل المجتمع الذي يحاول منهم يعتبر انه انسان مجرم نعم هناك سقافة حياة بدنا نمشي لا يجوز ولا بأي شكل يكون تمييز بين المرأة والرجل مساواة كاملة حتى هناك عقليات عنا نحن موجودة انه والله المرأة هي مسؤولة عن العائلة وعن تكوين العائلة ومسؤول هي عند العاطفة وهي مسألة التربية والتعليم ليس صحيح هذا الكلام كل هذه الأمور مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة كلها سوا قد ما هي المرأة مسؤولة الرجل مسؤول مثلا بالعاطفة والحنان هو مسؤول كمان بالتربية والسقافة هو مسؤول كمان بالتوجيه والتعليم هو مسؤول كمان مسؤول أيضا كمان بالمنزل بكل وجبة المنزل بالنظافة والترتيب والطبخ كل شي هو مسؤول كمان لا يوجد شيء يميز الرجل عن المرأة هذه عقلية توزيع المهام هذه صارت خلفنا كليا اليوم العالم هو عالم للطقاط للمعرفة للإنجازات للالتزام إذا كانت المرأة هي تملك كل هذه الخدرات هي تشتغل وهو تفضل يقعد بالبيت مع له مش لأنه والله ذكر قال أنعم عليه بالعلم والمعرفة وصحبونا عن المرأة خلصنا من هذا المنطق نعم يمكن الكثير يستغربوا حديث بس هذه أنا قناعات أنا لم يكن أبدا يعرفون بسيحة بكفية الخدرجية يأتي نهار السبت معي ليستمرت بحث بنادورة وخيار وكوصة وكذا وقصة يتفرج علي لا لدي مانع وبسوق سيارتي وبنزل لا لدي مانع هذا تكوين يجب نذهب من العقليات البائدة نخلص منها نرى العالم وين صار رئيس وزراء كندا يتلع بالتران لا يذهب على بيته يتلع بالتران العاد المترو يتلع على البسكليات وزير المالية بألمانيا سنويا الألمان يصدر لا أعرف كم مليون سيارة مرسيدس للعالم وزير المالية يذهب من بيته على مكتب وبالبسكليات هذه العقليات التي تتحدث عننا أن ننتقل من مجتمع قائم على مبادئ اعتبرناها السامية في الماضي وتراتبيات لمجتمع إنتاج وإنجاز وعمل وفاعل أنا مرة جديدة أريد أن أقول لكم أنه يمكن تبوأت مواقع كثير في حياتي في القطاع العام ولكن الله أنعمني بهذه الوزارة التي أعتبرها من أهم المواقع والمسؤوليات التي توليتها والتي أعتبر أن هذه مسؤولية كثيرة كبيرة وأنا أشكر ربي يوميا أنه أنعم بهذه النعمة الكبيرة لأن أتعامل مع مسألة المرأة التي هي مسألة إنسانية بالدرجة الأولى أتمنى أن هذه الوزارة لم تبدأ من الصفر بدأت من الصفر من ناحية الإدارية بدأت من الصفر من ناحية التنظيمية ولكن هذه الوزارة بدأت ومع سلة كبيرة من إنجازات ونجاحات قاموا فيها العديد من الجمعيات والمؤسسات والهيئة الوطنية للمرأة في لبنان وكل السيدات الرائدات كل هذه النضالات التي دامت عشرات وعشرات السنوات وعملوا الإنجازات هائلة ورهيبة ورائعة وبالتالي إجت هذه الوزارة استفادت من كل هذه النجاحات التي حصلت من كل هذه الإنجازات التي حصلت حتى تكون استراتيجية وتستمر بالتعاون والشراكة الكاملة مع كل هذه المؤسسات نعم لا نحن أنجزنا لبنانيات واللبنانيون جماعا والسيدات أنجزوا ولكن مسألة المرأة بطلت مسألة محصورة بالمرأة ولا المرأة هي تحكي عن المرأة لا في مسؤولية على الرجل أكتر من المرأة لأنه لمسؤول عن وضع العراقيل والحواجز أمام وصول المرأة لحقه أمام وصول المرأة لا تقدر يكون عندها مساحة تقدر تفجر كلها الطقات والمعارف التي لديها وإنتم كلكم لديها شكر كبير وإن شاء الله نستمر بهالنضال وهذا نضال يجب أن يستمر لنوصل لها مساواة كاملة مية بالمية خمسين خمسين وشكرا من هنا لابد لنمو المجتمع وازدهاره من احترام حقوق المرأة المدنية والسياسية وتنمية قدراتها كافة ميدانيا وليس بالنصوص وحسب بحيث تكون حقوقها حقوق الإنسان دون أي تجزئة وختاما وبعيدا من جميع النظريات والاتفاقيات والمواسيق والسقوق والأعراف والقوانين والأراء نتوجه بالشكر لفريق عمل مريم تيفي وللحاضرين وللمشاركين وللمشاهدين الكرام ختاما تبقى الفضيلة في الجسد الجميل أروع ما تكون عليه في القبيح وفي السياق وتأسيسا على ما تقدم وحتى يتم الخلوص إلى الجدوى من هذا المؤتمر نرى من الأهمية بمكان أن نترك هذا المنبر لرجل أراد للمرأة أن تكون الشريك الإنساني في درب الحياة وقد خط لذلك توصيات هو رجل المرأة السيد جاك كلاسي رئيس مجلس إدارة مجموعة تلالوميير ونورسات فليتفضل شكرا للمرأة وإن شاء الله مسك الختام بيكون العشداء الأخيرة بواحد كانون الثاني 2016 بدأ العالم رسميا بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وهي خطة عمل وخريطة طريق وضعتها لأمم المتحدة مستندي ل17 هدف للتنمية المستدامة أهداف هالخطة السبع 17 وضعت للتصدي للتحديات العالمية الاقتصادية البيئية الاجتماعية خلال 15 سنة اللي جاي يعني بيتأملوا أنه من هلأ ل 15 سنة تحديث البيئة ونذهب إلى الكوكب بسرعة كثير سأجرب عدد شوية من الأهداف 17 لتشوفوا كيف الأمم المتحدة تفكر الهدف الأول الذي يبدأ فيه القضاء على الفقر بجميع أشكاله لدينا مليار نسمة يعيشوا تحت 2 دولار فقر مطقع الهدف الثاني القضاء على الجوع في على الكوكب 800 مليون نسمة بتعاني من الجوع الهدف الأخرى بسرعة كمان عدده نقول معي للوزير ضمان التعليم تحقيق المساوية بين الجنسين ضمان توافر المياه خدمات الصرف الصحي ضمان الحصول على خدمات الطاقة الحديثة بنية تحتية النمط الاستهلاكي والإنتاجي المستدام والمناخ والتغييرات إلى آخره مش رح عدك شو هدف كل الأهداف كل هذه الأهداف محور واحد تحسين حياة الإنسان على هالكوكب ممتاز سؤال كيف ممكن تحقيق هالخطة من دون المرأة ومن دون تمكين المرأة من مواكبة هالتنمي أقله أقله رح أكتر من أقله معي للوزير بالشأن البيئي بالشأن الاستهلاكي بالشأن الصحي بالشأن التربوي بالشأن التعليمي عدد أكتر من هيك على مدى ثلاثين سنة محور النقاش بالأمم المتحدة كان المطالبة بحق المرأة من خلال حق الإنسان لحد هلأ حتى بأغنى المجتمعات والمعتبر حالة متطورة متطورة ما قدروا يؤضوا على جميع أشكال تمييز والعنف ضد المرأة حقوق الإنسان هي حقوق الرجل كما هي حقوق المرأة نقطة على السطر من فلسف الأمور كتير الإنسان قبل ما يكون مرأة وقبل ما يكون رجال صرنا نستحي نكرر شعارات ومصطلحات بتنادي بالعنف والمساوات وعدم التمييز وتأثير المرأة وإدرة المرأة على تغيير السائف الاستهلكية وتأثيرها الكبير على الأطفال والرجال والمجتمع هالشعارات صارت كلشيات شبه يومي عم نشوفها على اللوحات الإعلانية على الطرقات وشاشات التلفزي والفضائيات مش مؤسرة ومن خلال وسائقيات وطقارير وتعليم وإرشاد كله هدفه ندل المرأة الطريق الصحيح وإنه هيده حقوقك منا بوارد ولا مؤتمرنا اليوم بوارد نسرد انتهكات حو المرأة وبكل المجتمعات نحن عم بيحضرنا هلأ متوقع يعني فوق الخمسة مليون اللي بيحكوا عربي بمجتمعنا وحولينا المرأة وهي طرف جدي لتساهم بتحقيق خطة التنمية المستدامة لهيك مؤتمرنا اليوم تحت عنوان العصر عصرك العصر عصرك يعني تفضل يلعب دورك وين ما كنت بالريف بالقرى أو بالمدن شو ما كنت مسقفي أو سقفتك الحيات رب تمنزل أو ناشطة اجتماعية أنت قادر تكوني منتجي بأي وقت عم بقر اليوم الصبح للبابا فرانسيس عن المرأة يقول هي من يعلمنا الحنان والمحبة وتجعل من العالم مكانا جميلا هي من يحمل التناغم أرموني إلى العالم وجودها في الأماكن والشركات ليس لإنجاز أعمال معينة فقط بل لصنع التناغم صناعة التناغم خلق الله خلق الله المرأة ليكون ليكون لنا جميعا أمهات من البابا فرانسيس العصر عصرك يعني تفضلي لعبي دورك لقوانين الدولية معك حقوق الإنسان معك الله معك من شو خايفي مين في يجي عالدني من دونك إذا بدك تضلي ناطرة ينعمل مجموعة قوانين جديدة لتحميك وتتجدد كل سنة بحسب الظروف ستضلي ناطرة إن لم تنتفضي على الظلم فالظلم سيطفقك رينا واسمعنا عن كل الأوانين والتشريعات عبر التاريخ ولليوم واليوم أتحفونا السيدة المحاضرين بشكرهم فردا فردا بدون ما نسمي دراسات شيئة اختصرت تاريخ حقوق المرأة ونضالة ومسارتها وانتصاراتها وانكساراتها ما شفنا شي أنصف المرأة أكتر من الحب الحب بحرر من كل الأيود الحب بحرر حتى من الموت الحرية هي الحب والحب هو الحرية كل شيء أنت بتعامليه بحب هو حريتك نرجع نذكرك أنك نواة المجتمع ليس فقط نصف المجتمع أنت الأم والأخت والصديقة والزوجة والحبيبة الله بالطبيعة سوي سويك بالراجل الرجل لوحده لا يوجد أعطي حياته والمرأة لوحدها لا يوجد أعطي حيات إليك دورك وكل عصر عصرك وهالشي تأكدوا اليوم أعطوني مثل قصة معي للوزير حلوة بس هاي كمان قصة خلق خاصة بأربع سطور الهجرة من بلديننا العربية والمرتبطة بالأزمات فرجتنا تصرفات المرأة مقارنة المرأة المكبوطة بمجتمعها الأصلي وشفنا كمان لما لقيت بيقى حاضنة كيف تصرفت في مرأة التي قادت فيها بأيكيب تليلوميار كنا مسافرين قلت لي قدرت تطلق زوجي هون كل يوم يعمل لقاتلي بدى بيقى حاضنة مؤتمرنا هدفه تكامل الأدوار نرجع نأكد هاللي عم بيعملوا معي نحن كرجال لنا دور الأكترية منا نحن رجال منعنف المرأة من حيثه ندري أو لا ندري يعني اشتريت كوسة واشتريت بصله إلى آخر ليش هوق جبتهم مش هوق دي كل واحد على طريقته مش بالضرورة التعنيف تمسكها وتعملها قتلة تذكر يا رجال بتفرض رأيك وقت اللي بتأسر حرية غيرك هينه مش تعنيف وقت اللي بتحرم أختك من الميراس هينه مش ظلم وتعنيف كل واحد يراجع زيته ويراجع عقدة الزكورية اللي فيه توصيات للرجل والمجتمع والتشريعات القانونية رح نقصمها شائفتين للمرة خلينا نبلش بالرجال من داود بركات شيخ الصحافة العربية داود بركات بيئة 33 سنة يرأس جديدة الأهرام يقول أعيد إلى المرأة الشرقية كرامتها تعيد إلى الشرق بهاءه نطلب من الرجل أن يجعلها شريكة لا منافسة له شريكة جديرة قديرة وعزيزة لأجل عالم أفضل اثنين أيها الرجل ارفع عنك الموروسات والمعتقدات الخاطئة المتحكمة فيك واللي صرت عبد لإله أسير لإله هالتأليد الموروسي الغلط حرية المرأة مش انتقاص من رجوليتك للمجتمع للمجتمع منقول تذكر إنه هي النصف الآخر تفضل كون البيئة الحضنة لما وهبة ما رح أقول شيء للأوانين والدولة ما علي كفة ووفة بس في مرة سمعته عم بيقول ثلاث كلمات من سيتون اختصر فيهم دور المرأة تمكين المرأة تمتين المرأة وتثقيف المرأة ما بدنا نقول هو عم بيحارب أكتر مننا أكتر من تلميار ونورسات بس عم نشوف لويح انتخابية مش كتير مشاجعة قبل الربيع العربي عملوا ريشارش على الانترنت يما بالكتب اللي بين إيديكم قبل الربيع العربي بنشوف بعض دول عربية منهم تونس والعراق وصلت لكوتا نسئية بالبرلماء أكتر من 40% توصيات للمرأة ما رح نقلك أكتر من اللي نقل بس بدي قول شغلي نقل بالكتب المؤدسي بكتابنا المؤدس المرأة الفاضلة جوهرة من وجدها وجد كنزا ثمينا واحد إذا ما بتعرف حقوقك ما رح تعمل شي ما بتعرفيه وش بيتك اثنين كوني أنت 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 زيتك بالدور اللي أعطاكي إيه الله وأعطاتك إيه الطبيعة استمر تكوني سبب حياة وعلة وجود وفتخري فيها ثلاثة أنت اللي تحررتي قدر تحرري غيرك أنت اللي تحررتي دورك تعتني بغيرك أنت اللي تحررتي دورك توعي غيرك وأنت اللي تحررتي دورك تعلني غيرك أنت قدرتي تأسري قلب بيك وتأسري قلب حبيبك وتأسري قلب ابنك أنت قدر تأسري بالكل وتأسري بمجتمعك كل عصر هو عصرك ويعطيكم ألف عافية ومعاليك مرسي نشكركم جميعا كل اللي تعبوا خاصة مع فريق سنة الله يقويكم دايما بأهل همي اشتركوا في القناة